روحي بتتربي عنده الزواج سترة بكرة بتعنش محدة بيهدا صرت صبية واعي لأمور الحياة الزواج تنتم حياة لك مصروفك دب احلم جوجوه ولا تقوم تغلط عبكي صرت صبية واعي لتربي عندك صرت صبية واعي لتربي عندك بنت سلت عشر سنة كنت موافقة بهذا العظيم التي تساوشي؟ واللهي أنا ما كنت وعياني أبدا أود أن تشوه الزواج والفرحانين بتياب نبس يجينا تياب ويجينا دعاب مادا فرحانين فيه أما بعدين شو بدو يصير؟ مانا فكرين ها بالأربعة أيام يعني صار إشكالات وصار بيكي وصار ماكلة ست شعور متجوزة وصار حمل كان صعب إنه ولد وماني عرفاني شو الوحاب شو وجعرات شو الاستفرار بس ما كنت وعياني أنا ماني وعياني شو بعدين بعد عشر سنين تندمنا يا ريد إنه مانا مدرجة فيها هاني فيها بيكي الريد بس نروح على أهلنا مشان ندشر المسئولية ما لنا خرج إنه مسئولي بن 16-17 سنين ما أنا مسئولي عن بيت وزنمة وبيت أحمى الريد نروح نحكي لأهلنا وروح أعزمونا روح أخذونا لعندكم شجو مع عشر تيام مشان بس نستريح إنه نلمسئولي وننام عم الأهلنا ندمع هذيك الأيام يعني ما نحقنا يعني نوعى على الدنيا شوك للدنيا ما شوك له هالدنيا هاي إلا بيت الأحمى والجلي والطبخ وقولي أهلا وسهلا لبنت الأحمى وصنع بنت الأحمى وعطول إنه مأمورين أمر يعني أمر أمر بدي تقومها تجلي عدين العشو نحني بالمطبخ هذا النعر لأنه نطبع ضهرة لأنه مطعام لأنه هذا كل ما يعرف ولا نحل نطالب فيه ليه ما نسترجم طالب فيه ضغط اللي أنا أنضغط أضغط على أولادي أضربه نحية عليهم قطر الظلم شو بيعمل لك بدي الوحدة تنفجر على وين ما نلاقي غير أولادنا طب كنتي مرتاح لما كنت تضرب أولادي يعني أرتاح وقت اللي أضربهم بس بعد إيه بردي ولياريت ما ضربتني ولياريت ما قلت له قلت أن كان عمري 25 سنة قلت ياريت قال له ليه يعني منذ الـ 25 بلسنا نوعى على الدنيا شو فيه بس بعد شو هلأ الزائف من أين ويعني تريد من أي سن بدون من شو أقل شي لازم من 18 سنة أقل من 18 عرام جانزتها وإذا بالعشرين بيكون أحسن أنا ما جوزت بنتي إلا للعشرين أبدا بالعشرين وتقول لي يا ريت عمهي كمان بنت إنه ما تتجوز بالـ 15-16 إلا من 18 وطول تكون وعيت أكتب عقلة كبيرة وإذا تعلمت بيكون سلاح بإيدها تتعلم وتتوظف بعدين تفكر بالجانزة ما تتوظف جسمها بشكل انه يتحمل حمل المشاكل اللي بصير عن الزواج المبكرة ممكن تكون أثناء الحمل وممكن بعد أثناء الحمل ممكن يصير الحمل بسم مبكرة بنجم عنه ممكن يصير ملاجم مبكرة ممكن يصير عنده تشوهات بشكل أكبر ممكن البابي نعي يصير على التشوهات الاسقاط بزيد عنده تشوهات بلادية بزيد عنده بصير الحمل بشكل مبكرة ارتفاع طوطر الحملي نحن نسميه الارجاج الحملي أو التسمم الحملي هذا موضوع متفق عليه وفي دراسات حواليه ومثبت نسبة التسمم الحملي عند هاي الفئة أكثر التسمم الحملي هو مبارئ عن ارتفاع الضغط عند المرأة بسبب الحمل وقت البرتفاع الضغط كتير عند المرأة الحامل طبعاً إذا بدنا تأثيراته على البيبي ممكن تصير عنده ولادة مبكرة ممكن تصير عنده انفكات مشيمة ممكن هما ينجم عن انفكات المشيمة بما يليه من نزف نزف ممكن تصير عنده نزف داخل الدماغ ممكن تصير عنده نزف داخل البطن الكبد في مشاكل تاني نسائية ممكن تصير الزواج المبكر والله عنده نسبة أكبر بسرطان عند الرحمة والله عنده نسبة أكبر بالإنتناق والالتهابات النسائية عنده نسبة أكبر في استاتيستيكس بس مش موصوقة ليش؟ يعني وجه مسجد كل اللي بتجوز عند الشيوخ أكلهم أعطيكي أرقام عن المراجعين اللي عندنا لأنه نحن عندنا أرقام بس مش كل اللهم الزوجين بيراجعونا ممكن واحدة اللي سنزل الزوجة وما حملة ما عندنا أخصاد بمس أخ عندنا بشهر سبتمبر كان عندنا عشرين معينة دول الخمسة عشر يعني عشرين معينة يعني فيه عشرين مريضة إجت عنا تعينت هون حامل طبعاً إنتوا بتعفوه انا نحن هون نستابل بس حوامل عشرين مريضة كانوا بالمعينة عمرهم تحت الخمسة عشر يعني حوامل كان عنا حمسة مئة وستة عشر مريضة بين الخمسة عشر والتسعة عشر والزواج الجده مبكر اللي بنعتبره تحت الخمسة عشر كان عني عشرين بس حتى العشرين وثلاث مئة وثلاثة يعني بصير 336 مريضة زواج مباكر المراجعات في مركز الطباء بالأحضور في المعاينات الخارجية الحوامل تحت 18 هو تقريبا أسلف وأكثر شوية ما يزيد موسيقى شوف عليك إذا كانت تحت 18 سنة بالنسبة للصبي وأنا بعتقدة مش بالمرحل والوعي الكافي الفتاة لحتى تقرر مصيرة أو أعرفها كيف يعني أنا بعتقدة إذا كانت تحت 18 سنة الزواج المبكر إذا البنة تبين عليها إنه بتحب إنه تتجوز بكير وكان فيه عريس مناسب مش ضد مع إنه تتجوز طبعا لا أنا مش مع الزواج المبكر أقول لك ليه أريحك من السؤال لأن الوحدي لازم يكون واحي بس تتجوز فايتع مرحلة جديدة بعدين علمها تتعلم أو إذا مردت تتعلم تشوفها مهنة كده أقول لك شان تمشي بهالحياة الحياة صعبة صارت حرفتي؟ مثلا بنت 16 سنة هلقى بتتجوز 15 سنة بتبكع مصروفة يعني من عمرك بتتجوز شو البيت اللي بدأ تفتحه شو اللي بد مسئولية اللي بدأ تقوم فيها في حالات استثنائية بتطر الواحة بسبب المعيشة إنه تزوج بنته أعبة أباكير أنت زوجت بنت أباكير؟ إيه من 16 سنة المصروف عليك بيه وشغل ما فيه أكيد الزواج المذكر إلو تأثير سلبي على الحياة النافسية والاجتماعية لأنه يافع أو يافع أكيد الضغوطات اللي رح يكون يتعرض للشخص اللي عم يتزوجوا بعده وتحت اللي سن القانوني للزواج حيكون بنسؤوليات كتير كبيرة رح يمحط بضغوط أكبر من عمره لهيك حيكون تأثير سلبي وحيكون ضاغط جداً للشب أو الصبية اللي عم يتزوجوا تحت سن القانوني للزواج الأخطار اللي ممكن يتعرض للشب أو الصبية اللي عم يزوجوا في سن تحت السن القانوني أكيد هي أخطار الفيزيولوجية يمكن هي الجسدين حيكونوا عم يتحملوا مسؤوليات الأكبر من عمرهم أكيد الصبية حتكون جسدها منه كامل فيزيولوجياً حتى يكون مستعد للزواج وتمام كمان نفس الموضوع عند الشاب حيكون جسده مو قادر على تحمل هاي الأعباء اللي عم يكون مطلوبة منه الأخطار اللي ممكن تكون أنه الصبية والشاب ما عم بيكملوا تعليمها هون من بعدها حيكون في مشاكل فيما بعد قلة البردود المادي لبعدين لأنه لسه ما كما بتعليمه وما قدروا يصلوا لشهادات عالية كرمالي يحصلوا على وظايف أفضل حكونوا بيوضع يعني بيتعرضوا لأخطار متعددة أكيد في أسباب كبيرة وكتيرة لحتى تدفع الأهل لقبول بالزواج المنكر منها لضغوط العائلية ممكن تكون ضغوط مادية تدفع لكون في زواج منكر لحتى يخففوا الأهل قد ما فيهم مصروف ومتكاليف بالحياة اليومية كمان التقاليد القديمة أحيانا كتير بتضغطنا وبتخلينا نحنا نربخ لهي التقاليد فأسباب كتير منها مادية ومنها عذاب التقاليد ومنها أحيانا كما شفنا بالنزوح السوري كان فيه حاجة كتير كبيرة لتخفيف الضغوط والأعباء اللي كانت عم يتعرضون للنزيحين السوريين فكانت من أحد أسداد البزواج المنكر أكيد ما حتكون عائلة نموذجية طبعا خاصة بعد ما الأب والأم اللي متزوجين بكير فقدوا أهم حقوقهم اللي هي حق التعليم فحيكون كمان حيكون منعكس هذا الشي على عائلتهم على الأطفال رح يكون كمان ينقصهم حق التعليم يمكن ينقصهم كتير إشياء من الأسليب الاجتماعية والتربية اللاعبية والتربية الحديثة أثناء تربيتهم وترشيتهم لأطفال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة